لدي حلم عبارة شهيرة لمارتين لوثر كينغ غيرت وجه المجتمع الأمريكي وكتبت في الصفحة الأولى لقانون الحقوق المدنية الأمريكية للاحتفال بمناسبة الخطاب الشهير تجمع الآلاف من الأمريكيين وسط العاصمة واشنطن لإحياء ذكرى الخطاب تقول هذه السيدة أي شخص في الولاية المتحدة وفي أي مكان آخر يساند كلامة الإنسان وحقوقه فإنه يقف بظل هذا الرجل العظيم تقول أخرى إنني قلقة للغاية بشأن قضيتي مارتين ترايفون نريد أن نكون على ثقة بأن الأمر لن يحدث مرة أخرى لشاب أمريكي آخر الناشط الحقوقي جيسي جاكسون أشار إلى أن المعركة ما تزال مستمرة أما سيتني هوبر زعيم الأقلية الديمقراطية يقول أشار مارتين لوثر كينغ الإبن إلى وعود جيدة ولكن العمل تحقيقها غير جيد لدي لكثير من الناس ما يزالون في الظل يجب أن يخرجوا إلى نور الشمس فعاليات أحياء ذكرى خطاب لدي حلم مستمر حتى الثامن والعشرين من أب أغسطس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس أوباما خطابا من نفس المكان الذي تحدث فيه كينغ إلى ألاف الأمريكيين مراسل يورونيوز في واشنطن شتيفاني جروبي يقول في ذكرى خطاب مارتين لوثر كينغ العديد من المتحدثين أشاروا إلى أن أجزاء من الحلم الأمريكي ما تزال حبرا على ورق العمل والحرية والعدالة الاجتماعية ما تزال أهدافا صعبة ويرى البعض أن ازدياد الفجوة الطبقية هي مشكلة متفاقمة في الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر